ايه زيكم يا شباب عاملين ايه رب تكونوا كلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد من متجر جوجل بلاي طبعا احنا بنستخدم المتجر الامريكي والبريطاني في القناة باذن الله هديكم معلومات حلوة وموعد الورود الجديدة باذن الله وهديكم كل المعلومات اللي نقصاكم او لانا شايفكم بتسألوا عليها الفترة الاخيرة وكمان هنحصل مع بعض نقاط المتجر الامريكي والمتجر البريطاني الاتنين في الفيديو ده اول حاجة هبدأ هلكم بموعد العروض الجديدة تمام يا شباب موعد العروض الجديدة كلنا او معظمنا الناس اللي متابعيني من زمان الشطار جدا عارفيني العروض الجديدة هتبدأ من بكرة قلتلكم ان فرقوا ان فيه نوعين من العروض عروض اللي هي دفع مقابل الحصول على نقاط او العروض لتجربة الالعاب مقابل الحصول على نقاط طبعا انا عارف ان كلكم مستنيين تجربة الالعاب مقابل الحصول على نقاط لان دي اللي بناخد منها نقاط مجانية بدون دفع اي شيء اتمنى ان هي تنزل بكرة طبعا الناس اللي كانت بتسأل مفيش نقاط نزلت في اول الشهر مفيش نقاط نزلت في شهر اربعة اتطمن كلنا زي بعض وقت ما بتنزل نقاط كلنا بنحصلها مع بعض مفيش حد بيبقى ازياد من حد او حد عنده ازياد الا لو في اختلاف في المستوى وحمل الطبيقات دي قبل كده عنده زي من الناس القديمة عندي يفاهمين الكلام ده كويس جدا بمعنى ان الحسابات الجديدة دايما بتبقى لها الحظ الاجبر في تحصيل النقاط ولكن الحسابات القديمة طبعا بيكون الحسابات عندها ترقت وبعندهم ميزة الميزات اللي هي بيحصلوا منها نقاط كل اسبوع وبالنسبة للميزات في ناس سألتني ليه مش بقدر احصل نقاط كل اسبوع زيك او زي بقية الناس لان انت ما زلت في المستوى البرونزي المستوى البرونزي في المتجر هو المستوى الوحيد اللي ما فيهوش نقاط اسبوعية عشان كده مش بتقدر تحصل نقاط اسبوعية او ما بتوصل للمستوى الفضي اللي هو اللي بعد البرونزي على طول بتبدأ يبقى عندك نقاط اسبوعية كل اسبوع بتاخدها دي بتبقى من 3 حتى 50 نقطة تمام يا شباب مجرد ما بتاخد 150 نقطة او بيبقى معك 150 نقطة في المتجر انت بتنقل المستوى الفضي تمام مجرد ما بتوصل ل600 نقطة بتوصل للمستوى الدهبي والجهزة الاسبوعية بتكبر معاك الحظ فيها وبتوصل لحد 200 نقطة تمام من خمسة لحد 200 نقطة لما تعدي وتوصل ويبقى معاك آآ 3000 نقطة بتوصل المستوى البلاتيني والحظ بتاعك بيزيد لحد 500 نقطة وطبعا كلكم عارفين 500 نقطة دي يعني خمسة دولار ممكن يطلعولك في الاسبوع ده برضو بيبقى حاجة اسمها الحظ الاسبوعي ده كان نقطة توضحية كده للناس الجديدة اللي كانت بتسأل واللي سألوا عن عروض او للشهر ما نزلتش او ان هو وفاتهم لا هي ما فيش عروض نزلت في شهر اربعة ولا لسه نزلت عروض في شهر خمسة وبتمنى عروض بكرة يا رب يا رب يا رب عشان انا عارف ان دي حاجة هتفرحكم يا رب تكون فيها نقاط مكتسبة آآ بالنسبة للنقاط المكتسبة هي اتغيرت اسمها الناس كنت بتسألني هي فين اتغيرت اسمها الاسم العروض بالنسبة للناس اللي لسه بتحاول تحاول المتجر لأمريكي وبيقولوا ان هو بيطلب منهم رمز استرداد لا اختار اضافة بطاقة اقتمان وهتلاقي في الفيديو بتاع التحويل للمتجر الامريكي البطاقة موجودة في الوصف فقط لو لقيت التاريخ 2020 في الفيديو انا مغيرولك في الوصف 2021 تمام يا شباب كده اكون انا المفروض ان انا وضحت لكم كل شيء اتمنى ما يكونش فاتني اي شيء نبدأ مع بعض تحصيل النقاط الاسبوعية او الحاجة اللي انت واخدين علي بيها ان انا بحصل معاكم النقاط الاسبوعية وطبعا اكتر ناس استفادت من المتجر هي الناس اللي كانت معايا من الاول طبعا كان فيه في الاول ناس محبطة وقعد يقولولي يا عم دي احنا كده سنة على ما نشحن دي احنا كده مش عارف كم سنة على ما نشحن طبعا فيه ناس اشتغلت معايا وكانوا شطار جدا ومستوهم دلوقتي وصل للبلاتيني وفيه ناس وصلت للزهبي فيه ناس بدئين متأخر شوية وصلوا للفضي دول مش فارق معاهم اساسا النقاط لان ده بيحصل يعني انا هقولك اضعف حاجة اللي هو المستوى الفضي لو انت حصلت 3 نقاط بس في الاسبوع اللي هي اقل حاجة فانت في الشهر بتاخد 12 نقاط ما بالك ان انت ممكن في مرة يطلع لك 50 نقاط مرتين يطلع لك 50 نقاط يعني خدت دولار فيهم ناس عاملين اكتر من 10 حسابات و20 حساب و30 حساب فطبعا دول اكتر الناس استفادوا لان هم كانوا متابعيني من زمان ومشتركين في القناة عندي ومتابعين كل فيديوهاتي حتى المستوى الزهبي يعني انت بتوصل لمتين نقطة ممكن تحصلهم في الاسبوع متين نقطة يعني 2 دولار شوف انت عندك كام حساب والبلاتيني نفس الموضوع عارف ان عندي مشتركين جدد لسه في المستوى البرونزي وفضل لهم حاجة بسيطة انا معاكم وان شاء الله باذن الله نحاول يبقى عندنا افكار وانطورها وانحاول نطور بيها حتى لو منزلتش النقاط باذن الله سواء ان احنا هنشحن بفلوس او ان احنا هنعمل فيز ودفون كاش ونشحن لما يكون في عرض مميز من العروض دي للاعبتك المفضلة يعني مثلا لو انا بلعب بابجي مثلا لو جاب لي عرض هنا لبابجي موبايل يقول لي الدولار باربعة باربعة نوات انا فاضلي مثلا اربعة نوات اروح شاحن دولار ببابجي دولار ده يعني مش هيجيب بخمستاشر جنيه بالزبط ولا ستاشر جنيه كتير قوي مصري يعني واضح يا شباب يعني دي مجرد افكار بدائية انا بقول لكم عليها ان احنا نحاول نسعب بعض اه نرتقي بيها للمستوى اللي بعد كده علشان نقدر نحصل اكبر عدد من النقاط يلا بينا نجمع بعض النقاط الاسبوعية وهنجمعها من اربع حسابات حسابين منهم من المستوى البلاتيني في المتجر الامريكي وحسابين تاني من المستوى الفضي في المتجر البريطاني ده اول حساب اللي هو الحساب في المستوى البلاتيني المتجر الامريكي معي 1697 نقطة هنقول باسم الله الرحمن الرحيم وندوس مطالبة يارب يكون حظنا حلو نقول باسم الله رمضان كريم عليكم جميعا وكلسان طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارض 100 نقطة يعني دولار تمام يا شباب خدت 100 نقطة يعني دولار انا بوريك ان انت لو مستواك عالي في المتجر انت بتقدر يعني عندك فرصة انتتحصل في البلاتيني لحد 500 نقطة تمام يا شباب ادي الميت نقطة قدامكم اهي نعمل سكرينشوت عملنا سكرينشوت يلا بينا ندوس تمة ونخش في الحساب اللي بعده بقى معي 1797 نقطة يعني 17 دولار تقريبا يلا بينا نخش على اللي بعده ده المتجر التاني الامريكي وده في المستوى البلاتيني برضو وهنا معي 174 نقطة 174 نقطة يعني دولار و74 سنت مفيش مشكلة خالص نخش على الميزات وبرضو عندي فرصة ان انا اخد فيه اه 500 نقطة باذن الله رب العالمين من اه من تقريبا من 10 لحد 500 نقطة يا رب يكون حظنا حلو زي الحساب التاني الحساب التاني خدنا دولار يعني 100 نقطة يا ترى هنا انا اخد كم نقطة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ويا رب حتى لو تنقل الحاجة خمسين نقطة يعني نص دولار حلو جدا زي ما انتوا شايفين نقاط الاسبوعية دايما بتكون افضل من النقاط الشهرية الفكرة كلها الناس اللي معايا من زمان اللي وصلت لمستوى البلاتيني او فضي او حتى دهبي الناس دي كسبانين كتير وبيقدروا يطوروا مستواهم بسرعة وخدوا بالكم ان انا في الحساب اولاني انا ضمنت فيه ان انا بلاتيني السنة اللي جاية يعني ما تيجي للسنة اللي جاية انا بلاتيني في اول السنة اللي جاية انا بلاتيني خلاص الحساب ده فاضل لي 2008 نقطة عشان اوصل للمستوى البلاتيني العام المقبل وطبعا 2000 نقطة بالنسبة للنقاط اللي انا بحصل عليها اسبوعيا دي انا سهل اجيبهم بمنتهى السهولة احنا دلوقتي في شهر خمسة قدامي لسه اكتر من 8 شهور تقريبا 8 شهور 8 و 4 8 و 5 يعني 7 شهور تقريبا 7 شهور دول فيهم كام اسبوع احصل فيه نقطة زي كده فبالنسبة لي 2000 نقطة دول مش كتير اننا نقدر اوصل فيهم المستوى البلاتيني السنة اللي جاية زي وزي المتجر التاني يلا بنا نخش على المتجر البريطاني ونحصل النقاط الاسبوعية منه يلا بنا ده حساب في المتجر البريطاني زي ما انتو شايفين نعملة قدامكم تحت الليسترليني هنا انا في المستوى الفضي وفادلي 57 نقطة بس واطلع لي المستوى الدهبي يعني قربت كمان اطلع المستوى الدهبي لو طلع لي 50 نقطة هيبقى فادلي 7 نقطة بس واطلع المستوى الدهبي والموضوع بسيط يا شباب والناس اللي كانت معايا من زمان وشغالين معايا المتجر البريطاني من زمان انا عارف ان فيه ناس جديدة متعشمين انا بقول يا رب النقطة بتاع بكرة برضو العروض هتنزل بكرة في المتجر البريطاني زي زي الامريكي والاتنين بيشحنوا كل الالعاب سواء المتاجر اللي في اوروبا او المتاجر اللي في امريكا غير بقى المتاجر اللي مثلا طيواني وصيني ومش عارف ايه والكلام ده وكوري دول بيشحنوا بعض الالعاب بس المتاحة في الدولة بتاعتهم يلا ندخل على الميزات نقول بسم الله الرحمن الرحيم يارب يكون حظنا حلو برضو في المتاجر دي بسم الله كسب ما يوصل الى خمسين نقطة زي ما انتوا شايفين خمس نقطة مفيش مشكلة خالص المستوى بتاع برضو بيتطور بقى معايا تمانية وتسعين نقطة قربت على الدولار قربت اوصل لدولار وزي ما انتوا شايفين هنا ان اوصل للمستوى الده بيبقت اتنين وخمسين نقطة بس تمام يا شباب يعني كل ما باخد نقط كل المستوى بتاع بيقرب يوصل للمستوى اللي بعده وطبعا برضو هبقى قربت لاتنين وخمسين نقطة دول هجيبهم في وقت قريب جدا بازن الله ندخل على المتجر التاني البريطاني ونشوف حظنا فيه طبعا ده يعني المتجر البريطاني ده انا كنت عامله جديد جدا فهنا مبقيلي انا برضو في المستوى الفضي فيه مبقيلي متين واحد وتلاتين نقطة عشان اوصل للمستوى الدهبي لسه شوية يعني بس برضو ان شاء الله هاوصل للدهبي في خلال السنة دي مفيش مشكلة خالص وبرضو بحصل منه نقاط اسبوعية لحد خمسين نقطة زي ما اتفقنا مع بعض خلاص اتفقنا وبدأنا نفهم الموضوع ماشي ازاي انا حاولت اشرح بالتفصيل شوية لان فيه ناس جديدة كتير كابين لأسئلة على فيديو التحويل المتجر الامريكي او على الفيديو اه التاني اللي هو عامل ربع مليون مشاهدة اه عن اسئلة لسه جديدة اهما مش يعني احنا بالنسبة لنا احنا قديمة وبالنسبة للمشتركين القدام انما انا حاولت ارد عليكم سريعا في الاسئلة اللي ممكن تخطر على بالكم تابعوا دايما الفيديوهات الجديدة بتاعنا اه سعب بنكرر كلام كده عشان الناس الجديدة اللي معانا بس في معلومات احنا بنكتسبها وبنضفها جديدة لكم يلا بنا ندوس مطالبة ويا رب يكون حظنا حلو تلعلنا خمس نقط في المتجر البريطاني الاولاني لما نشوف المتجر البريطاني التاني هيتعلمنا كم نقطة نقول باسم الله الرحمن الرحيم تسعتاشر نقطة هنا ها تلات نقطة مفيش مشكلة خالص بقى معايا اتنين وعشرين نقطة انا بقولك اقل حاجة تطلع لك تلات نقطة يعني حتى في الشهر لو تلات نقطة بس اللي تلعقولك هتاخد اتناشر نقطة شهريا يعني عشرة سنت تقريبا او اكتر من عشرة اتناشر سنت تقريبا مش عارف انا حسابته صحة ولا غلط ما علينا ان اتمنى يكون الفيديو انتوا استفدتوا بي او فهمتوا معلومة جديدة ياريت الناس كلها اللي في مستواها بلاتيني او دهبي او فضي واستفادوا من المتجر وشحنوا قبل كده شجعوا اخواتكم اللي لسه جداد شجعوا اخواتكم اللي مستنيين نقطة بسيطة عشان يطوروا المستوى بتاعهم شجعوا اخواتكم اللي منبقلهم حاجات بسيطة عشان يشحنوا اتمنى ما كنتش طولت عليكم لو انت مش مشترك اشترك وفعل تزال الجرس عشان يوصلك دايما كل جديد شوفكم على خير ما تنسوش تعمل لايك شوفكم على خير دايما في فيديو جديد ان شاء الله باي باي